اشتركوا في القناة وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الفقير هو الذي لا يجد شيئاً وهو أشد حاجة من المسكين ورغم احتياج الفقير إلا إنه متعفف عن المسألة ولقد تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر فقال اللهم إني أعوذ بك من الفقر أما المسكين هو الذي يجد شيئاً لكنه لا يكفي وهو أحسن حالاً من الفقير فلقد قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ففي الآية الكريمة قد سماهم مساكين مع وجود سفينة له ولقد قيل إن المسكين هو المحتاج السائل الذي يسعى عكس الفقير فإنه متعفف لا يسأل رغم احتياجه وقال أبو جعفر إن الفقير هو ذو الفقر أو الحاجة ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم والمسكين هو المحتاج المتذلل للناس ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقه وإذا افترقاً اجتمعاً قال الله تعالى فأطعموا البائس الفقير فالفقير هنا يشمل المسكين كذلك